بسم الله الرحمن الرحيم مرت العملية السياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات ولحد الآن بأزمة معقدة ناتجة عن التباين الحاد في توجهات وخيارات الأطراف الفاعلة والرئيسة ورؤيتها لطريقة إدارة الدولة للمرحلة القادمة وكان من نتائجها اتخاذ ممثلية الكتلة الصدرية قرارا بالانسحاب من العملية السياسية واستقالة أعضاء الكتلة من عضوية مجلس النواب مما أدخل المشهد السياسي بمنعطف جديد ومع تأكيدنا على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على إدارة الدولة في هذه المرحلة إلا أننا في حركة حقوق وانطلاقا من المبادئ السبعة التي تبنتها الحركة اتخذنا قرارا بالانسحاب من مجلس النواب العراقي وعدم إشغال مقاعد المستقيدين لأننا لن نكون بديلا عن الأخوة في الكتلة الصدرية دون أن يؤثر ذلك على موقفنا الداعم لتشكيل الحكومة وإتمام الاستحقاقات الدستورية أملنا كبير بوعي القوى السياسية وقياداتها وحسن إدراكها لحزم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتغريب المصالح الوطنية العليا ووضع الآليات الواقعية لتدارك الأزمة وتشكيل حكومة خدمة وطنية فاعلة واضعين نصب عينهم مصلحة العراق وشعبه ومن أهمها حفظ سيادة البلد واستقلاله وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا الحبيب وهنا نقول لجمهورنا العزيز أننا لن نحيد عن تمثيله والمطالبة بحقوقه في كل المواقف وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات كما توجه بالشكر والتقدير للأخوة ممثلية الحركة الذين كانوا على قدر تحمل الأمانة الملقاة على عاتقهم والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته